سبع الخير عليكم مشاهدين الكرام مرحبا بكم معنا في نشرة الجوية إذا نجواء مغيمة احتمال تحبات الأمطار تكون نرعادية على المرتفعات الداخلية الغربية والوسطى تم تلتحق في المساء بالسواحل الوسطى والغربية نبدأ نشتنا الجوية كالعادة بصورة القمر الاستناعية تهضحنا سحب على معظم المناطق الشمالية حتى على منطقة بشار الهجار والتسلي وأقصى الجنوب الجزائري حركة الرياح نهر اليوم ان شاء الله نسجل بـ 40 كم في الساعة على غرب البلاد ما تتعدى سرعة الرياح 30 كم في الساعة على المناطق الوسطى والشرقية ونسجل حوالي 40 كم في الساعة على معظم المناطق الجنوبية للوطن نروح الوضعية الجوية لنتوقعها خلال ظهيرة اليوم ان شاء الله الحالة سيكون مغيمة احتمال كذلك تطيح بعض الأمطار لتكون العادية على المرتفعات الداخلية الغربية والوسطى الأجواء على العمو مستقرة ومشمسة إلى قليلة الصحب نوعا ما على السواحل الغربية والوسطى حتى على الشرق البلاد بالجنوب تطيح بعض الأمطار على منطقة بشار يبقى الحال مستقر ومشمس إلى قليلة الصحب نوعا ما على باقي المناطق الجنوبية مع تطاير محلي للريمال درجات الحرارة اللي نسجلها خلال ظاهرة اليوم ان شاء الله راح تلحق بإذن الله في حدود 23 درجة على الجزائر العاصمة وعنبان نسجل 24 درجة على قلمة حتى على منطقة وهران 9 درجة على أفلو لغوات 6 درجة نسجلها على البيض نعم مشرية وباتنا 33 درجة على عين صالح 30 درجة على منطقة أدرار تلحق 18 درجة على منطقة بشار 27 درجة على إليزي وجانات و35 درجة كأعلى مقياس بمنطقة عين قزة حالة التقص خلال ليلة اليوم ان شاء الله اليمام علي ان شاء الله الحليب قادم مغيم تبقى تلح كذلك أمطار على معظم المناطق الغربية والوسطى حتى على المرتفعة الداخلية الشرقية استقرار في التقص على السواحل الشرقية حتى على معظم المناطق الجنوبية درجات الحرارة اللي نسجلها خلال ليلة اليوم ان شاء الله راح تلحق بإذن الله في حدود 7 درجات على باتنا نسجل 8 درجات على قلمة ووسطيف حتى على قسنطينا البيض نعم مشرية 14 درجة بالجزائر العاصمة تلحق 13 درجة على وهران 11 درجة بعنب حتى على منطقة عين صالح وأدرار حتى على تيندوف نسجل في حدود 15 درجة على إليزي وجانات و20 درجة منطقة عين قزة حالة البحرناها اليوم ان شاء الله البحر سيكون من جميل إلى قليل الإتراب على طول الشريط الساحلي رياح ما تتعدى سرعة 25 كم في الساعة للسواحل الوسطى تلحق حتى 40 كم في الساعة بالسواحل الغربية و30 كم في الساعة للسواحل الشرقية علوم موجة ما يتعدى شليمترا رؤية راح تكون متوسطة على طول الشريط الساحلي نختم نشطنا الجوية بالمعلومات الفلكية لغروب الشمس بالجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن مشاهدين الكرام كانت تتوقعتنا لأحوال التقصيد هيرة ليلة اليوم الله أعلم نشكركم على المتابعة في يمن الله اشتركوا في القناة